لا شك أن الرياضة تكسم النشاط والحيوية وتبني الجسم وتقويه وتحصنه من الإصابة بالأمراض كما أنها علاج للإضطرابات النفسية والقلق والتوتر وباب لملء الفراغ في النافع المفيد وعلى الجانب الأخلاقي فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين والأصل في الرياضة الإباحة أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالوجبات الشرعية أو مجاهدة العدو فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب ولأن الإسلام منهج حياة فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وجوب ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة الغرائز عدم اجتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه قال تعالى وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَةَ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ أَلَّا تُلْهِيَ عَنْ وَاجِبٍ شَرْعِيٍ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات عدم الاختلاط بين الجنسين ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافاً للتدريب أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير